السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعمل مقادر سهلة وطريقة مبسطة وطريقة مبسطة نعطيكم مقادر وطريقة في نص الوقت الزبدة زبدة حيوانية 150 غ 150 غ سكر ساندة سكر حبيبات 150 مل نحتاج البيض بيضة كاملة بيضة كاملة وضفت العجين نجد العناصر الخراج قومواng الزبدة والساندة بيض قومواng قومواng بطريقة كاملة لاحقاء قومواng قومواng بيضة كاملة قومواng من أخطاء قومواng انشاء تجربة على النشا يضيف مقادر بالجرامات لديكنا مقادر المقادر بالنشا مضبوطة في صندق الوصف نضيف العناصر كاملين و نضيف الدقيق تدريجيا نضيف نصف الكمية و نخلطه و نضيف العجين نضيف العجين و نضيف تدريجيا نضيف العجين و نقسم الكويرات و نضيف 22 جرام نضيف العجين و نضيفها دائما فوق الدقيق و نضيف العجين نضيف العجين و نضيف تدريجيا نضيف العجين و نضيف العجين نضيف البيض اخذت منهم القليل من البيض و لا تبقر ان ارتفع في العجينة نضيف حريب لد لا نحربي العجينة كاملة نضيف كمية نضيف مغطية جانبا حتى نحتاجه نضيف البيض نضيف البيض حتى نضيف ملاحظة و لا نضيف ملاحظة نضيف ملاحظة ك々 على البيض نضيف ملاحظة نضيف ملاحظة فالتقنية Brooke مميزة شوفوا معايات الطريقة السهلة ما كتحتاج لا يعني تكوني بروفيسيوني لتشي حاجرة غير دوري شوفوا اللفة خفيفة بسيطة كم قندور مدور حتى كنوصل للطرف الاخير وكندخله لداخل كتدخلي الداخل باش ما كيجيش على بره وكي ايجي المنظر دياله ومشي وادك صافي وكندغطي من الجنيبات هاتي حصلتي على شكل اللي هو راقي حسن بالطبع حسن من اي حاجة يعني كما كان قره ماشي غير شوية الخاطر وانسان بالعزيمة راي قدر يوصل لأي حاجة يعني مش بضروري نكونوا معلمين ولا راك حريفية باش نديرو حج أشكال مميزة راك كنا بدينا من الصفر كنا 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 كنخسروا الحلوة في اللول قاعدت حرقت لنا الحلوة قاعدت لنا الحلوة قاعدت لنا الحلوة ولكن مع يعني مع العمل مع الممارسة راح انسان ضروري كيتعل شوفوا معاي ما تضغطيش بزاف بالعود حي تلعجينة راح بحل عجينة ديال الصابل إلا لاحظتكم في الأول ما كان عجنوش بالكف ديالنا كان عجنوغا بصبعان ديالنا يعني بحال عجينة ديال الصابل فمن الضغطة بالعود غير حد ضغطة خفيفة سافي سنورا تقطع لك العجين وتقسم على جوج ما عندك يتديري لها هنا غدا تقول لي اللوز فاللي ما عندهش تقدر تعوضي بحبة ديال الكوكا أو للفول السوداني بالقشرة دياله إلا ما عندك شقاع هالو بجوج فقط نفس العجين زيدي لها شوية ديال الشوكولات او لبودرة الشوكولاتة المرة حتى تحصل على اللون بني وهي كديرها في الوسط يعني باش تحديد ذلك الفرقة اللي كتبع لكم هنا انا هكذا باش نضرقها مياه لما ضرقتي هجر يجي المنظر دياله مزيان غير أنا ما ملكتتحل شوية في فران لكتطيب راكتتحل شوية كي يجي المنظر دياله مشي هو هادك نشوفوا معايا كان ضغط هنا تقدروا تشكلوهم كاملين كما درت أنا وتبداي تخدمي بالوحدة الوحدة كتجي أحسن كما قلت كان عود ما تضغطوش على بزاف سينو راكت قطع معاكم وغفو كمقلف بيدي حتى كنحصل على الشكل ديال وريقة بحشكل ديال وريقة كي يجيش كيل ديالهم صراحة زوين كما قلت لكم انها نعطيتكم مقادر راكي خرجوا تقريبون كيميا لا بأس بها وانتي لا بغيتي أكتر ما عندك إلا تضعف المقادر شوفوا معايا هناك اللف وضروري تضغطي هادك الضغطة اللي من جنب ضغطي مزيان باش ما تعودش تحل معك في الفران هنا مباشرة كي كنكمل الكيميا كاملة نخليها من أحسن يعني ترتاح وحد خمستاشر دقيقة هنا ما كندخلهاش مباشرة الفرن كنخليه بحل لكتنشف واحد شوية باش ما كتتحلش لك في الفران وكي بقوا هادو كلي موتيف كي بقوا بيني شوفوا معايا تحفة هنا تقريبا كتدوز على ساعة او لعشرين دقيقة يستحسن تكون حد شي شرجم ليش حاجه باش كتنشف مزيان من فوق بالنسبة لطريقة الطهي أنا غدي نسخن الفرن على درجة حرارة مي وسبعين حتى كي يسخن مسبق من تقريبا شعشرة دقيقة ومن بعد كندخله يعني أنا غدي نديرها على المرواحة الناس اللي عندهم فرن غازي راكت شعلي عليها ملتحت على نار ليه متوسطة غير كتبال لكبدات كتصفار ونشعل عليها من فوق هنا نخلوها تقريبا عشرين دقيقة هنا راضي جانا كخدمتها حتى كتتولي يعني غير صفرها ما شوفت دار حنما إلا تحمرات ما كي يجيش المنظر دي لازمين أنا كنقول لكم ما تخليوهاش تحمار ما كي يجيش دو كلي موتيف دي لازمين كي ملاحظتوا بقى ذاك شكي اذاك الكيمة التنزبق دي لبقى تابت وخضرنا فيها الخميرة ما تغير الشكل دياله نهائيا في الفرن جات رائعة ما نقولش يكون في المنظر ديالها ما نحتاجون نضيف ولا تشيء إضافة اللي بغت ضيف لها الجناب ديال ها تدير فيهم الكونفيتير والكوك والشكلات واي نوع يعني من مكسرة قد ضيف وما أنا مدت لاتش حاجة غيرها كوجات حلوة عادية دو زيتاي عادي شكل من أشكال الحلويات البسيطة بمقادر اللي هما ساهلين وتقنية اللي هي بسيطة والشكل اللي هو راقي هنا غدي ندوز باش نقسم معاكم حبة باشتوفوا القوام ديالها من الداخل فقد شي مقربشا من فوق وقد جيه شيشا خليوها مزيان يعني اللي عنده فورن غازي رضي لها البال نقصي البوطة باش كتخليها الطياب إلا بدت تكتفتت لك بحلها هاكو يعني رات طابت مزيان باش ميجيش فيها المدق ديال اللي عجينة من الداخل خاص دارووري يدخليها الطيب حيث كتكون شوية غليضة من الداخل ما نجهدوش عليها النار باش ما تتحرقش لنا ولا باش ما تتخطف لها اللون ديالها وتبقى خضر شوفوا معها دخلها الطيب مزيان كتجي رائعة وتستحق التجريف انتمنى أنها تكون نال اعجب ديالكم في العجبتكم طبعا الحركة ما كنقول دائما ما تبخلوش عنا باللايك وبالبارتاج بارتاج عبر الواتساب عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي عنده انستغرام و الفيسبوك ما بقليء اللي نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم إلى فيديو قادم إن شاء الله